بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة أهم علاقة للإنسان في حياته هي علاقته مع الله ليه لأن الله هو الوحيد الثابت يعني احنا ممكن نحب ناس كتير قوي وعلاقتنا بهم متكين كبيرة زي ولادنا بس بعد ما اتجوزوا وبعد ما انشغلوا بعدوا عننا بقت عندهم عيالهم اللي ربيهم ممكن ناس أصدقاء لنا قوي يهجروا ممكن أبوي أو أمي يروحوا السماء أو زوجي أو زوجتي فكل العلاقات تنتهي بالانشغال أو بالصفر أو بالروح للسماء لكن العلاقة الوحيدة اللي ما بتنتهيش هي علاقة الإنسان بين بينه وبين ربنا لأنها بتبتدي هنا وديه العلاقة الوحيدة اللي تستمر كمان في في السماء فالشيطان عشان عارف أن العلاقة مع الله هي أهم علاقة للإنسان في حياته كلها يحاول يبوز العلاقة بيننا وبين ربنا يحاول يبوز العلاقة بيننا وبين ربنا طيب الشيطان بيحاول يبوز العلاقة بيننا وبين ربنا ازاي هي دي الأسئلة أو هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه مع بعض علشان ما تنموش وتتدفوا شوية ما تفكروا معي وتتكلموا الشيطان ازاي بيبوز العلاقة بيننا وبين ربنا صح ها ها صح صح كل اللي انت بتقوله صح هعيده تاني اول حاجة يعملها الشيطان عشان يحطم العلاقة بينه وبين ربنا حروب اسمها حروب التشكيك يعني حروب التشكيك اتكي بتصلي كتير عشان بنتك تتجوز اهل اتجوزت ولا حد عد عند البيت حتى يقول مساء الخير فين ربنا بقى صلي على قد ما تصلي الصلاة ملهاش لازمة حروب التشكيك يجي الواحد تاني نكون بنصلي له عشان ربنا يشفيه من مرض شديد وربنا بحسب ارادته الصالحة يقول كفاية كده ايامه على الارض فيقول لك فين ربنا الحنين ده اخد ام وسايبه طفلين سبع سنين وخمس سنين الحنين قال اما لو قاسي كان عمل ايه واخدي بالكم الحروب حروب تشكيك حروب تقليم حروب تقويم يقومنا على ربنا مع كل تصرف صغير بيحصل عشان عارب ان الانسان لو وقع في التزمر او وقع في الشك بيرجع خطوتين ثلاثة لربنا بدليل اسأل ناس كتير قوي اقول له عامل ايه مع ربنا اليومين دولة يقول لي بصراحة بطلت صلي قوله بطلت صلي ليه حبيبي بطلت صلي يقول لك عشان انا صليت كتير وربنا ما عملش حاجة ما هو في الاخر ربنا هيعمل اللي هو عاوس يبقى ايه اسمتها الصلاة ساعتها الشيطان بيبقى نجح بنسبة مية في المية لان الشيطان عارف ان اقوى سلاح هو الصلاة فلو خلاني اسيب الصلاة انا ضعت انا ضعت بجاد يبقى اول حرب بيعملها الشيطان هي ايه التشكيك تبرد عليها ازاي ارد عليها بالايه اللي قالها القديس بولس الرسول في رمية تمانية ان كل الاشياء تعمل مع الخير لزي نحبون الله الخير ان يوسف يخش السجن اه الخير ان سوسنة العفيفة تتهم بالزنا اه لان التجربة هتنتهي المجد الخير ان العاظر تفضل الكلاب تلحظ في قيوحه مش لاقي حد يمسع تمعده ولا حد ياخده في حضنه يقول لك اه بس القصة ما انتهتش ما هو مات اه ومين قالك ان القصة بتنتهي هنا القصة بتستمر فوق يبقى انا بحصن نفسي ضد حروب التشكيك بان انا اؤمن ان انا معرفتي قاصرة ومحبتي قاصرة والله كل الصلاح وبالتالي كل اللي بيعملوا صح وكل الاشياء تعمل مع الخير لزينا هم ايه يحبون الله وبما ان كل الاشياء تعمل معنا الخير لزينا يحبون الله كل ما يجي لحرب بشك ارد عليها بالايمان ما فيش اقوى من ايمان ابونا ابراهيم اللي قال له هات ابنك وحيدك وتعالى اتباحه وقال له مدام انت طلبت كده وانا اؤمن من قلبي ان كل الامور تعمل مع الخير يبقى مش ممكن اعيز يزحق عنك ايه ده ايه ده ده مين اللي يعمل كده اه ابراهيم اللي وثق مين في ربنا يبقى اول حرب بيعملها الشيطان عشان يفسد الاعلاقة بين وبين الله التشكيك والتقليب والتقويم بيقومي على ربنا ونجح مع ايوب اللي صمت في اول حرب لما كل فلوسه راحه وصمت في تاني حرب لما كل اولاده راحه وصامت في تالت حرب لما المرض اخد جسده وفي الاخر ابتدى بقى لخبط في الكلام ليه فعلا التجربة كانت صعبة قوي بس اللحظات نسي ان كل الاشياء تعمل من خير طبعا الكلام سهل واحنا لما بنحط في تجربة بيقى موقفنا اصعب من كده بس مش عاوزين نفقد ايمان في المسيح لانا قلت لكم شغل الشيطان الشاغل هو افساد الايه العلاقة يبقى اول حاجة حرب اسمها حرب الايه التشكيك تاني حاجة يعملها الشيطان ايه تاني حاجة يعملها الشيطان ايه علشان يوقع بيننا وبين ربنا او يفسد العلاقة بيننا وبين ربنا انت قلتوها في الاول انت قلت ايه لا انا قلت التشكيك لا انا بتكلم انت قلت حاجة في الاول وانت قلت حاجة اوكي تاني ضربة يضربني بيها الشيطان هي ضربة الكسل اه الكسل اللي انت قلتها في الاول ان الانسان ما يبقاش عنده همه عارفين يعني ما عندوش همه يعني عارف انه لازم يصلي يقول بس انا بغدانة وجوه السرير ده في انا وبالبطانية يعني مش قادرة يا رب رب انت قلب اقلوب انا حتى الشاي مشربتوش ايه الكسل اللي احنا فيه ده لا احنا لازم نشد لان الكسل ده على قد ما بيعجز الانسان على قد ما بيفقده مع الوقت رغبته في الصلاة فمع الوقت الانسان يتعود انه ما يصليش عشان كده الاباء علمونا الاتي ان حرب الكسل عايزة مننا شوية تغصة اكبر نفسي اشد على نفسي وما دلعش نفسي يبقى الحرب الثانية حرب الكسل والكسل زي ما بيقوله لزيز على الاولاد حتى كان يقول الكسل احلى من العسل كان المثل يقول كده الكسل لزيز اه دافه ومبسوط ومش حاوز اعمل حاجة لدرجة ان مرح بيقول لي ايه اقولك على حاجة يا بونا راجل مش صغير يعني تا 40 سنة كده بيقول لي حطيت 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 كل معي الانجيل على كومودينو ليه حطيت الانجيل على كومودينو عشان ما نمش قال لما اراه وبعد ما اخش سريد ابقى باصس على الانجيل وعارف ان انا لازم اقراه وبص لاقي نفسي اديته ضهري ونمت وما اردش شفتوا قد ايه الكسل المتعب شفتوا قد ايه الكسل يضيع كل حاجة كسل ده يضرب اي حد يضرب الكاهن يبقى الكاهن مش حاوز ينزل يفتقد رعيته ولا حاوز يقوم صلواته ومن كتر الكسل ممكن لو لقى استيه صغيره يشيل القدس بتاعه يدهوله ياه وحد يطول ان يوقف على المسبح بس يشوفه الكسل ممكن يعمل ايه في الانسان يبقى اول حرب هي حرب التشكيك تاني حرب هي حرب ايه ثالث حرب يحاربنا بيها الشيطان عشان يبوز العلاقة بينه وبين ربنا اسمها حرب التأجيل حرب ايه يعني ايه التأجيل يعني كمان شوية من عينينا بس كمان شوية من عينينا بس كمان شوية عايز اقوم اصلي باكر اه ضمير يتعبني قوي لما باصليش باكر يترق مني احنا نصلي باكر انت النهارده يومك فاضي كله بس ممكن تشوفي في انجال الاهمة بتاع الصفح كده او الدسكافيه بتاعك او القاف بتاعتك او الشاي بلبن بتاعك كده يعني ايه استجميع قواك كده وايه دي كده طب شربت الشاي بلبن بس كوتة بقى كده او نص رغيف ببيض احنا ايام فطار يلا كله يعني اي حاج وبعدين واحد يحس يقول ايه بصو هي كده كده السابق التسعة الصبح انا استنى لغاية الساعة 12 واصلي صلاة الستة شايفين هو نجح اني يفقتنا او يوقعنا نيجي على الساعة ستة هنلاقي تليفون جيه وناس جربت على الجرس والزبال عاوز اجرته وبتاع الكهربة وبتاع المية والبواب والجران والغسيل الاثناشر وميت حاجة هنلاقي وفي الاخر خالص الاقي اليوم تسرق مني واجب الليل تعبانة قوي كون معقولة صلي وانا تعبانة لا ان شاء الله من بكرة اول مسح اصلي باكر الصبح والانسان يخش في دوامة بسيطة اسمها دوامة التأجيل الاباء قالوا مش كده بقى الاباء قالوا حاجة تاني خالص قالوا اللي تقدر تعمله تعمله دلوقتي لانك انت مش ضامن الساعة الجاية هتكون فين او بتعمل ايه او قادر ولا مش قادر الحى عارفين لما كلمة فز قوم اهدي الاباء اشتغلوا بيها قصة في البستان زمان بتحكي الحكاية دي بتقول ايه ان فيه اب راهب كان نشيط قوي في حياته الروحية فالشيطان حسدوا معقولة الاب الراهب ده شغال بالشغل ده فرحوا قالوا ايه زهروا صورة ملاك قالوا السلام لك يا ابونا فلان قالوا السلام لرب المجد يا سوفي ايه خير قالوا ربنا بعثني بيقولك هد شوي هد شوي بيقولك انت لسه فاضلك عشرين سنة عمر يعني هد شوية وفي اخر خمس سنين شد لكن انت شايد دلوقتي شدة يمكن ما تكملش بيها اجل شوي اجل الاهتمام ده شوي فالراهب فهم فرد عليه وقال له ايه قالوا ده انا كنت فاكر نفاضلي في العمر لسه اربعين سنة كويس ان ربنا اعلن لي ان هم عشرين سنة عشان نشد اكتر يعني ايه ما تتحكش علي فالشيطان قاعد يتحك علينا بكلمة كمان شوي وهو مش واخد انتو مش واخدي بالكم من حاجة ان كلمة كمان شوية بتطفي جوايا محبة لقاء ربنا يعني تلاقي نفسي هديد كده لا نفسي الحماس راح تلاقي ابسك الكسل زاد وعشان كده الاباء لما تكلموا على التأجيل كحرب قال لك التأجيل والكسل الكسل والتأجيد لان الاثنين توقع يبقى نمر واحد التشكيك اثنين الكسل ثلاثة التأجيل اخر حرب اخر حرب يفسد بيها الشيطان العلاقة بيننا وبين ربنا حاجة اسمها المشاغل الشرعية يعني المشاغل الشرعية عندنا ميت حاجة صح يعني على سبيل المثال الناس اللي يشتغل يروح للراجل كده اللي عنده تلاتة وعشرين وعشرين سنة يقول له اسمع انت في سن التحدي لو لو ما حرقتش نفسك من دلوقتي للخمسة واربعين مش هتشوف يوم حلب هتفضل طول عمرك غالبان لأ انت اشتغل نار وحوش واعمل مشروعك واعمل بيزنس بتاعك وادرس امي بي ايه وصيفي ايه وابي سي بي ايه وكل الحاجات اللي بيدرسوها الايام دي علشان تعمل ايه ويروح للأم بشوف الكلام ده كل ده انت هتطلعك ابنك سوي ولا ابنك مسوي لازم ابني اطلع سوي عندنا تمرين جنباز وعندنا تمرين سباحة وعندنا تمرين تنس وعندنا تمرين كرة قدم وعندنا تمرين جودو عايزة ابنك يطلع ايه في الله بقى اشتغلوا في التمارين فالأم ترجع من شغلها هي توصل والاب يجيب دوامة 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 قال يعني اللي مخدوش التمارين كلها تلعو متخلفين طب ما احنا ايامنا ما تدربناش التدريب دي كلها يعني كنا بنلعب حاجة كده ولا بتاع بس الدنيا بقت صعبة قوي والشيطان يقولك هو خطيئة انك انت عاوز زبست زبست فور يور كيدز يعني انت عاوز هو انسان عايش ليه عشان يقدم لأولاده احسن حاجة حلو انا مش ضد ده بس لازم يكون اربع انشطة طب ما ممكن يكون نشاط واحد في الصيف نزود نشاط تاني بس ربنا يكون نمر واحد لكن اوقات حاجة غريبة قوي تقولي اصل البنت النهاردة عندها بروفة الباليه النهائية قبل مش عارف مسابقة المدارس الانترناشنال في الباليه ويكون دوت يوم مدارس الاحد ومرة على مرة البنت تتعود من صغراء ان لو فيه حاجة مهمة وربنا لأ بنبغي الحاجة المهمة افضل من ربنا فما تبقاش وقت الربنا والشيطان يقولك انت ما عملتش خطيئ انت بتكد علشان توفر لولادك احسن تعليم انت بتتعب عشان توفر لبيتك احسن معيشة الحقيقة يعني مش هو ده اللي هدخلنا السماء اللي هدخلنا السماء ولازم يكون واضحين ان ربنا يكون نمر واحد علشان خطر اللي منكم ام او اللي منكم تيتا كيف تلقى افضلوا قولوا لأولادكم ان مهم جدا ان الولاد يتغرسوا في ربنا الحروب اللي كانت في ايامكم دلوقتي عشرة اضعاف عشرة اضعاف العيال من سن اربع سنين يدوم الموبايل على ميكي ماوس وعلى اي حاجة ليل ونهار مالهيين يعني وطفر يعني من ثلاث سنين وليكن سنتين اي حاجة فالولاد اتعود على ايه يعني انا كنت في بيت من البيوت طفلة مسكة الموبايل الام عايز الموبايل عشان تتكلم بتليفون البنت صوتت وقلبت الدنيا لان يعني هاو داريو يعني كيف تجرؤين انك تاخد مني الموبايل وانا بتفرج في نص الفيلم عايز اكلم بابا قلت لها لا انا عايز اتفرج وبقت خناء وبقت مشكلة فشوفوا اي جريمة احنا بنعملها بحسن نية محدش فينا ناوي بالقصد ان يبعد ولاده عن الله لكن اللي بنعمله كل يوم بيبعد اولادنا عن الله الانسان الروحاني الاولويات عنده في حياته مترتبة صح فخلي بالكم لو سمحت ان الاولويات تكون مترتبة صح على فكرة الدنيا مش هتخرب لو الاكل تأخرناه ربع ساعة قرينا فيها مزمورين وصلينا واخدنا نص صح من الكتاب المقدس الدنيا مش هتخرب ابدا ابدا لو انا رتبت اولوياتي صح وساعتها لما ندي الوقت لربنا ربنا هيبارك في بقية الوقت في اليوم كله وهتعملي ضعفين ربنا قال كده اسمع يا اسرائيل قدامك طريق اسمه طريق البركة وطريق اسمه طريق اللعنة لو انت بديتني انا وبديت وصيتي ابارك فيك وفي زوجتك وفي محصولك وفي امحك وفي زيتك وفي خمرك ولو انت بديت الشر او العالم عني تكون ملعونا في زوجتك وملعونا في حمارك وملعونا في صورك وملعونا في قمحك وملعونا في كل حاجة يعني ان اللي هقدر اختار في الاخر اه فلو سمحتم مدام احنا عارفين الشيطان والعيبه ازاي حاوز يبعدنا عن ربنا اهتموا اوي 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 انكم تبدوا ربنا عن اي حاجة لان هو اللي بقى لنا ربنا يبارك في حياتكم وديكم نعمة فوق نعمة لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الابد اميني